غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة التاسعة والثلاثين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند النعماني عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث وذلك في الصفحة الأربعين بعد المائتين الحديث عن إمام زماننا يفتح الله له الروم والديلم الديلم هي البلاد التي تقع في شمال إيران وما جاورها يفتح الله له الروم والديلم والسند والهند إلى آخر ما جاء في الرواية يفتح الله له الروم إنها بلاد الروم ستكون جزءا من الدولة القائمية وسيدخل الروم المسيحيون في دين قائم آل محمد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه الناس هنا عنوان للجميع للروم وغير الروم في صفحة الرابعة والثلاثين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثامن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دقيق النظر معي في هذا النص إنه نص مهم جدا إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا فالإمام لا يذهب بنفسه الإمام يقود المعارك بشكل مباشر وبنفسه في العراق في العراق في العراق كي يذبح البتريين اللعناء هؤلاء ليس لهم من عملية تطهير إلا أن يقضى عليهم بسيف الحجة بن الحسن مرت علينا الروايات من أن الإمام يوكل أمر السفياني إلى أصحابه وقبل قليل كان الحديث عن أن أمر الأعور الدجال يوكله الإمام إلى عيسى المسيح وهكذا في سائر البلدان إلا في العراق وحينما يقوم بنبش القبرين هو الذي يباشر نبش القبرين السقيفتان السقيفتان الملعونتان سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي الإمام يباشر بنفسه القضاء عليهما إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا لأن أهل الأرض لن يقاتلوا الإمام لن يقاتلوا الإمام لأنهم سيذعنون لما يشاهدونه من الحقائق في المحاكمة المهدوية العالمية وسيذعنون لمنطق الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث إلى شعوب العالم يوميا بتكنولوجيا لا تمتلكها البشرية إلى هذه اللحظة لأن الشعوب كلها سترى أن الإمام موجود معها وليس بصورته هذا ما هو بشيء أنا أخترعه الروايات هكذا تقول وسأقرأها عليكم في الحلقات القادمة شعوب الأرض كلها حينما يقوم الإمام خطيبا حينما يعلن البيانات فإنهم يجدونه عندهم وكل أمة وكل شعب يرى أن الإمام عنده هذه تقنية لا تشابهها تقنية لا في يومنا هذا ولا في الأيام القادمة هذه التقنية المهدوية المتميزة إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول أهدك في كفك أهدك دستورك قانونك الدستور الذي يجب عليك أن تعمل به في كفك قطعا هذه تكنولوجيا خاصة صحيح في زماننا يمكن أن نحمل جهاز الكمبيوتر في الجيب ويمكن أن يظهر الكيبورد على الكف بشكل صورة ويمكن أن تظهر الشاشة السكرين في هذا الفضاء الذي أمام أعيننا هذا شيء موجود الآن وقبل سنوات يمكن أن تكون الشاشة على الكف ويمكن أن تكون في هذا الفضاء الذي أمام أعيننا ويمكن أن تكون لوحة المفاتيح على الكف لكن أصل الجهاز نحمله في الجيب مثلا إلا أن الرواية لا تتحدث عن مثل هذا هناك شيء سيكون أكثر تطورا من كل هذه التصورات إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجل يقول يقول عهدك في كفك ما قال له خذ الأسلحة لأن الشعوب لا تحارب الإمام الشيعة في العراق هم الذين سيحاربون الإمام بقيادة مراجع النجف وكربلاء من أبناء الزواني إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجل لم تقل الرواية من أنه سيبعث الجيوش هذا لا يعني أن الإمام لا يبعث رايات وجيوش إلى بعض المناطق في العالم هذا موجود أيضا في الروايات وسيأتي ذكره إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم الرجل يقول أهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها هناك ارتباط مباشر مع إمام زماننا إنه يحدثهم مثلما كان سلمان محدثا عن إمامه عن أمير المؤمنين ومثلما إمام زماننا في زمان الغيبة يسقي أولياءه المخلصين كؤوس الحكمة صباحا ومساء هذه التقنيات لا تمتلكها البشرية لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل هذه تقنيات مهدوية علوية محمدية محمدية عهدك في كفك فإذا ورد عليك ورد عليك إلى القسطنطينية إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج القسطنطينية أسطنبول تقع على خليج فالخليج هو جزء من البحر ونيورك كذلك تقع على خليج أنا لا أريد الحديث عن نيورك لكنني أقول في زماننا إذا أردنا أن نجد معنا واضح لرمزية القسطنطينية في هذه الأيام نيورك مدينة بحرية وتقع على خليج ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج وصلوا إلى الجزء البحري القريب من المدينة حيث تقع المدينة فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا كيف بلغوا الخليج هل ذهبوا إلى تلك المنطقة بالسفائن هل ذهبوا بالطائرات أم هناك وسائل للانتقال أخرى يبدو أن الوسائل ستختلف عن الوسائل التي نعرفها بقرينة الذي سيقومون به فمثلما سيقومون بهذا العمل جاءوا بطريقة أخرى لأن الإمامة يريد أن يظهر لتلك الدولة ولتلك القسطنطينية المتطورة جدا والتي تمتلك أرقاء التكنولوجيا يريد أن يرغم أنفها بالتكنولوجيا المهدوية الحديثة ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا نحن لا نتحدث هنا عن سحر وعن طلاسم إنها تكنولوجيا متطورة فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء إن الإمامة يريد أن يقول لهذه الحضارة التي تمشي على الماء أيضا فقد مر الكلام عن الأعور الدجالي من أنه يمشي على الأرض ويمشي على الماء لكن الأعور الدجالة يمشي على الماء عبر سفنه عبر وسائل البحرية أما المهدويون هؤلاء فإنهم يمشون على البحر بأحذيتهم وبأقدامهم فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء ربما هي شفرة كوت يدخلونه إلى أحذيتهم ويتحركون على الماء فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء كيف يريد الإمام الصادق أن يحدث الناس في زمانه عن هذه التكنولوجيا لكن الأئمة لا يعجزون يعرفون كيف يتحدثون فيوصلون الحقائق إلى الناس في زمانه وإلى الناس في زماننا وإلى الناس في الأزمنة القادمة إذا كان الظهور في الأزمنة القادمة يعرفون كيف يوصلون الحقائق ما هم ما هم ما هم الأول والآخر ما هم الظاهر والباطن ما هم وجه الله وذل كل شيء لكم هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء فإذا نظر إليهم الروم الروم هذا العنوان الرمز الذي يشير إلى الأوروبيين في أوروبا وإلى كندا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أستراليا لكن الحديث هنا عن مدينة عظيمة تقع على الخليج ها هم يقتحمون ها يقتحمونها بتقنيات ستذهل الروم ولذا سيسلمون أمرهم إليهم فإذا نظر إليهم الروم قطعا ينظرون إليهم عبر الأجهزة وعبر عيونهم الناس ينظرون من من على تلك البنايات العالية من على ناطحات السحاب إذا كان الحديث عن نيويورك أو عن المدن الأخرى التي تماثلها من مدن العالم فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء إنهم يمشون بطريقة الأعور الدجال لا يستطيع أن يقوم بها ولذا يتعجبون من حركتهم على الماء فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه ولم يأتي ويبعث جندا إلى القسطنطينية ويذبح الشيعة في العراق يذبح الدجالين والكذابين والبتريين من مراجع النجف وكربل اللعناء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو فكيف هو لا تدفعونه إلى المجيء إلينا فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها من دون حرب فيحكمون فيها ما يريدون هكذا ستجري الأمور هذه رواية رواية عجيبة وعظيمة في الوقت نفسه إنني أقرأ من كتاب توفي مؤلفه سنة 360 للهجرة هذه أحاديث الأئمة هذا حديث صادق ألا لحنة على منهج حوزة النجا لقد حالوا فيما بين آبائنا وأجدادنا وبين ثقافة العترة الطاهرة عبر المنهج الطوسي القذر كم جميلة هذه الرواية وهي تخبرنا عن حقائق اليوم وعن حقائق الغد سلام سلام على حديثكم وسلام سلام على كل حرف من حروفكم كلامكم نور كلامكم نور وهذا هو النور يشرق بين جنبات هذه الكلمات وبين حدود هذه الحروف إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك هناك اتصال مباشر مع الإمام فانظر إلى كفك وعمل بما فيها قال ويبعث جندا إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء أدخلوا الكوت أدخلوا الكوت فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو لا تعاندون منهم لا تدفعونه إلى المجيء إلينا فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة أية أبواب إنها المراكز العلمية مراكز القرار إنها الرادارات والأقمار الصناعية هذه أبواب المدينة نحن لا نتحدث عن أبواب من خشب أو حديث إنها الحوكمة الألكترونية وقد تكون قد تطورت تطورا عظيما إذا كان الحديث عن الأجيال القادمة وعن الزمن القادم وليس عن زماننا فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها من دون حرب فيحكمون فيها ما يريدون سلام على القائم وسلام على أنصاره المخلصين ورحمة الله وبركاته جميلة هذه الكلمات جميلة وأيضا بالإجمال جاء ذكر هذا في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الثامنة والثمانين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السادس بعد المائتين من حديث جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه وقد قرأت عليكم هذا الحديث فيما يرتبط بحرب بحرب إمامنا مع السفياني وببقائه في سوريا ومن سوريا ومن بلاد الشام يبعث بالألوية ثم ثم يعقد بها القائم عليه السلام ثلاث رايات لواء إلى القسطنطينية يفتح الله له ولواء إلى الصين فيفتح له ولواء إلى جبال الديلم فيفتح له إنها أقوى المناطق في العالم في زماننا القسطنطينية تشير إلى بلد الروم الأقوى إنها الولايات المتحدة الأمريكية الصين الصين وما أدراك ما الصين أما جبال الديلم إنها الإشارة إلى ما وراء بحر قزوين الديلم هم الذين يقطنون حول بحر قزوين من شمال إيران وما بعدها الإشارة إلى روسيا وما حولها من الدول التي في نفس اتجاهها من الدول التي تحالفها هذه أقوى المناطق في العالم الإمام يبعث يبعث بثلاث رايات براية إلى القسطنطينية وبراية إلى الصين وبراية إلى جبال الديلة إلى جهة روسيا وإلى الدول التي تجاورها هذه أقوى المناطق في العالم وستكون الحركة حينما يكون الإمام قد استقر في بلاد الشام بعد القضاء على حركة السفياني الإمام يقضي على البتريين في النجف هذا القضاء على سقيفة بني طوسي وهي الأخطر والألعن لا لعنة الله عليها ثم يقضي على سقيفة بني ساعدة إنه يقضي على رمزها الكبير في ذلك الوقت إنه سفياني اللعيم فبعد القضاء على السقيفتين يتوجه إلى الأعور الدجال ألا تلاحظون أن البرنامج يأتي منسجما ومنظما ودقيقا وكل هذا يكشف عن صحة هذه الروايات وعن صحة هذا السيناريو وعن كذب مراجع النجف وعن ضلال منهجهم وعن سخف ما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر لأن علم الرجال ومنهج حوزة النجف والسخف مراجع حوزة النجف وكربلاء يحكم على هذه الأحاديث بالضعف لأنهم لا يفقهون معانيها ومضامينها ولا علم لهم بأحاديث العترة وماذا تحدثوا عن الظهور المهدوي الشريف يعدون ذلك من الخرافات ومن الأحاديث التي لا يؤمنون بها ولهذا سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لكنه سيقضي عليه سيقضي عليه سيقضي على أبناء الزوان هؤلاء على هؤلاء المأبونين المأفونين الملعونين نذهب إلى فاصل